السلام عليكم الناس الخير خوتي خوتتي أهلا بكم على قناة جريلا شنال الحياة بفرنسا تحية الناس الخير فيما كتشاهدونا وفيما كتابعو الفيديوهات دينا الفيديو ديال اليوم غديكون فيديو عبارة على مجموعة ديالأخبار غدي نشوفو أشكاين في فرنسا نبدأ معكم العناوين هكذا باش نمشو للتفاصيل وتابعو معنا الفيديو غدي نشوفو على أنه المجلس الرئاسي ولا المقر الرئاسي بليليزي يعلن أنه الرئيس إيماليا المكهو غدا الجمعة اللي هو 14 جوية لن يلقي خطابه كما عودنا وغدي نشوفو التفاصيل في هذا الفيديو كذلك غدي نشوفو على الحذر أو الخوف بشأنه يكون هناك أعمال شغب يعني ابتداء من هاد الليلة الخميس وغدا كذلك الجمعة ولكن أتمنى أتمنى يا ربي أنه ما يكون تشي حاجة وهالتخوفات انتحهم يعني تكون فقط ظنون كذلك غدي نشوفو على أنه النظام الجديد للأغسة ولا القانون الجديد للأغسة ونشوفو هذا القانون هده هل يحارب الفقر أم الفقير وكذلك غدي نشوفو بالنسبة كذلك كين اجتماع وزاري ولا اجتماع وزارات اللي كان البارحة الأربعاء برئاسة إليزابت بون نشوفو كذلك هاد الاجتماع أشنو كان فيه وكذلك غدي نشوفو بالنسبة لأخبار دل الإختفاء هذا الطفل هذا اللي غادني سوف نرى الأبحاث أو توجهون في الأول كنوري في الساكتور سوف يأخذوا اتجاه آخر وكذلك أريدكم أن تشاركوا معي وشوفوا معي واحد القصة من واحد الشاب اسمه طارق سوف نعطيكم التفاصيل والذي تمسكوا كل مهاجر وكل واحد فينا سوف يحس يقول حتى أنا لو كنت في بلاستو بحيث حاليا نرى أن الإعلام يوجه الضوء لكي يأخذك باطل أو ماشي باطل على حسب الإسم والجنسية والديانة تابع معنا فيديو تم الإعلان من طرف ليليزي على أنه الرئيس إيمالي مالكرون غدا لهو 4 تشجوية لن يلقي خطابه طبيعة الحال يرجع له القرار في هذه المسألة لأنه 4 تشجوية كان عارفه واحد اليوم يلفت ناسيونال هنا بفرنسا وأنه الرئيس يلقي يعني الكلمة دياله ولكن يلقي الخطاب دياله ولكن على أنه في الأيام اللي جاية أنه سوف يلقي الخطاب مع العلم خاصكم تعرفوا على أنه الرئيس إيمالي مالكرون كان وعد على أنه سوف يتفشد 200 يوم يعني 100 يوم أنه سوف يعطي ما يسمى خارطة الطريق المستقبلية للحكومة ولكن غدا اللي هو 14 تشجوية سوف تكمل 100 يوم لذلك أنه مرتقب ربما في الأيام المقبلة ما عرفناش ولا السبت ولا الحد ولا اثنين ولا الثلاث بطبيعة الحال يم يتم على الإعلان ذلك اليوم كذلك بالنسبة لهذا الأمر هذا على أنه كاينة إنفات ناسيونال غدا بطبيعة الحال كيقولوا السياسيين والمحللين والإعلاميون على أنه بدل من استمتعوا بهذا اليوم وكان نشوفوا الفيد اختفيس ونشوفوا يعني هذوك الدفيلين اللي غادي يديروهم واللي يعني أننا بحا نقولوا شادين في النقطة اللي كانت خوفوا منها أنه ربما يكونوا أعمال الشغب رغم ربما يكونوا التدهورات ربما يكونوا هذه وبقى أنهم توجهوا نحو الخوف بدل من أنه يستمتعوا بوحد الحاجة أو يفرحوا بها وزير الداخلية للحضار قال على أنه غادي يدير 130 ألف يعني شورتي ودركي بطبيعة الحال ماشي كل في مرة واحدة يعني كل ليلة على الأقل غادي يدير 45 ألف شورتي ودركي باش هكدا يكون يعني الأمر ولا السكتور مؤمن كذلك خاسكم تعرفوا على أساس أنه ابتداء من اليوم الخميس هاد الليلة وغدا كذلك الجمعة أعلنوا على أنه بالنسبة لي بوس ولي تخامواي لي بوس ولي تخامواي يعني آخر ساعة باش أنهم يوقفوا يعني هاد هاد لتخانسبوغ هادا حتى العشرات الليلة يعني آخر ساعة العشرات الليلة ما يبقاش يخدم ني لبوس ني لتخامواي وكذلك اللي بغتكم تعرفوا على أنه بالنسبة لهاد التظاهرة هادي ولا بالنسبة لهاد الحفل اللي غادي يكون غدا فا 40 جوية بطبيعة الاحاد تزامن على أساس أنه يوم السبت رهم يقدموا الله بخيفكتور باش يكونوا مظاهرات أخرى يعني كان مظاهرات مثلا ديال البوليس اللي بغو يدور مظاهرات نعم كان مظاهرات كذلك اللي بغو يدورها العائلة ديال أدا متخاؤغي كان مظاهرات اللي كانوا بغو يدور ولكن اللي بخيفكتور شافوا تزامنا مع هاد هاد يعني هاد المرحلة هاد أنهم منعوا لتكون أي مظاهرة حاليا ويقدروا يكونوا ذلك الخراجات من قبل. نمشي معكم للموضوع الثاني ولا الخبر الثاني. رئيسة الوزارة اجتمعت مجموعة الوزارة البارحة وكذلك لسانديكا وكذلك لباتخونا. لماذا؟ بأنه هناك ملفات كثيرة هنا في فرنسا التي خاصها تخرج وتتبين للمواطن. هناك ملفات للشوماج، هناك ملفات للعامل، وكذلك العمل للسانيور، يعني الناس يقول لك مثلاً 54-56 وما فوق. هناك ملفات كثيرة. هناك ملفات كثيرة على الطاولة يجب أن يكون مناقشتها. هناك ملفات كثيرة على الطاولة يجب أن يكون مناقشتها. وكتهمنا كمواطنين سكن هنايا بفرنسا. كذلك اللي بريتكم أنك تعرفوه بخصوص الأغيسة. ما يسمى النظام الجديد ولا العمل الجديد. هذا الموضوع تكلمنا عنه من قبل وقلنا بلي أنه الغيسة يعني غادي تبدل نظام ديلها. تم التصويت نهار الاثنين بطبيعة الحال. هذا التصويت هذا على أساس أنه اللي عنده الأغيسة غادي تسجل أوتوماتيكياً في بولون برواء. بمعنى وحالياً اللي كي يسميوها فرانس تخفاي. يعني بدلوا العسمية غادي تبقى تسمى فرانس تخفاي. أنه يسجل أوتوماتيكياً في بولون برواء. على الأدنى سيكون عندك 15 ساعات على الخدمة. وعلى الأكثر سيكون عندك 20 ساعات على الخدمة. لكي تستفيدنا من الأغيسة. ولكن هذا التصويت هذا. وهذا النظام الجديد للأغيسة بطبيعة الحال. يأخذ كتجربة أولية في 18 ديبارتومه هنا في فرنسا. فقط يعمم في 2025. لماذا؟ بحيث فرنسا حالياً كيف كان قلوا مني. نريد أن نقوم 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 نقوم. بمعنى أنه يشترون الناس الذين تريد أن تسجل في بولون برواء. ولكن يسجلهم في بولون برواء. لكي تستعملوا في فرنسا أو تفعل شيئاً. هذه الناس الذين يتعرضون الناس. بمعنى أن تتهيئ لهم العامل البشري. بمعنى العامل البشري الذي يرفقهم. العامل البشري الذي ينصحهم. الذي ينصحهم. هذا الشيء. لذلك الحكومة حالياً سأقول أن هذا الأمر. ولكن بثريت لكي ترى هذه التجربة ستنجح لهم. بحيث أنه كان عشراء. مثلاً من الأشخاص الذين يأخذون. أو عشراء من الأشخاص الذين لديهم الأغيسة. لديهم خمسة الذين يستطيعون أن يقومون بهذا الأمر. ويرفقوا أو خدمة. خمسة أخرين لم يكن لكي. لذلك قلت لكم. يعني يهيئ لهم العامل البشري لكي يستطيعون أن يعاونهم. رغم شيء غير أنك تسجل صافي تبدأ تخدم. لا. يجب أن يرى التوجه ديالك. وماذا أريد أن تفعل الفرماسيون التي تناسبك. وماذا تعرف أن تهضر أو لا تعرف أن تهضر. يعني الكثير من الأشياء. وهذا الشيء يأخذ وقت. لذلك قلت لكم. أقلها 15 ساعة وأكثرها 20 ساعة. سنجاوب بين قوسين على سؤال جاني البارحة. وجاوبت عليه بالأغيسة. بالنسبة للكومنتر. ولكن الشخص أو السيدة أو السيد ممكن ما فهمش. بالنسبة قالوا لي إذا كنا نديرو فرماسيون. واش غادي حيدولنا الأغيسة. خاسكم تعرفوا إن فوة كتديرو فرماسيون. كتكون غيمينيغي. وكتدكلاريو اللاكاف. طبيعة الحال كي يحيدولكم هدك شيء كتاخدوه من اللاكاف. ولكن ولكن هنايا. إذا كان هدك الدخل ديال الفرماسيون أكثر من الأغيسة. أما إذا كان دك الدخل ديال الفرماسيون أقل من الأغيسة. سيتأخذوا دك الدخل ديال الفرماسيون. وغادي لعك فتدر لكم تكميلة. باش توصلوا لدك شيء ديال أغيسة اللي كنتو كتشدوه. سي نظن أني شرحت هذا الموضوع هذا. أش مؤخر كذلك عنا. كذلك عنا في الأخبار. اللي كذلك اللي عنا في الأخبار. وهو على أساس أنه. البحث على الطفل إيميل. هذا الطفل هذا شوفوا تبارك الله هذا الطفل هذا. والله غادني الحال كي تشوف هكا. كانت تبقى تقول يا ربي يلقاوه يا ربي يلقاوه. هذا الطفل هذا. في الأول كان لغوشيخ و البحث في السكتر. مثلا. فكرني فكرني بذلك الطفل رايان. اللي دارد يعني ضجة في المغرب في العالم. هذا الطفل هذا. في الأول كانوا أخذوا له السكتر. لغوشيخ أحد الضار. يعني يشوفوا ما تحتفل حفرة. وما تحتفل بلاسة. حتى أنهم سجلوا الصوت الأم دياله. وبقوا طلقينه في ذلك الفاضاء فين كي يقلبوا عليه. ربما يسمع الصوت دياله. يعني كتلغاله. يعني ما ينخلعش. حيث راح طفل راح عنده عماين راح طفل. ولكن دابا بما أنهم. فراء موقضة والوقت انتحوا في البحث. وما كان شيء حاجة. دابا البحث غالي ياخد وجهة أخرى. وهي أنه. الجد و جدة. واللي كانوا معه. هو كان مع الجد و الجدة. الجد و جدة ما كانوش بوحدهم. يعني كانو ناس آخرين معهم. هنا غادي يخد البحث طريق آخر. ونظن ركو فاهمين. كذلك اللي بريد نشارك معكم. والآخر في الأخبار هي الطريق. هي قصة ديال طريق. الحكاية يومه فيها. كنت كنت نشوف الاسم دياله الكامل. باش هكدا ما نغلش في الاسم دياله. السيد طريق برنوسي. ونحيي واحد الشجاعة دياله. ونتمنى أي واحد ناس خوتنا المغاربة جزاريين تنسى. كتبوا له. تحية السيد طريق برنوسي. والله كوم النوماج. وخربما هو ما يقرشوا لكم النوماج. من عندنا حنايا. هذا السيد طريق برنوسي كان متواجد في ليدل. في جنوب في شمال فرنسا. في واحد ليدل. بطبيعة الحال في هذا الأثناء اللي كان هو في هذا اليدل. وكانوا فيه ناس كتار انهم كيتقضوا حويجهم. ندخل شخص بالسلاح الأبيض. بطبيعة الحال. السيد طريق كما قاعد ناس والمغاربيين. اللي كيبغيوا يقوموا بهذه الشجاعة ديالهم وكلش. وشنو كلفوا هاتشي كلفوا جديد صبعان دياله. نعم. لكن اللي بغيت نقول لكم في هذه القصة. وأنه لم يوجه عليه الضوء الإعلام كبطل. كما تم توجيهه لكثير من الناس. وفي مقر الرئاسة. وأنه السيد ماكرو يعني يسلم عليهم. وأنهم قال لهم. يعني أنك وقمته بضور أعمال البطال. ونعديكم كمثال. آخر شخص أنه مثلا. فاش وقعت هذه الحادثة. أنه هذا السيد تعدى بسلاح الأبيض على الأطفال. في واحد الفاضاء في نانسي. وكان واحد الشخص اللي أنه تم فقط عنده ساكادو دياله. وكان حاول أنه يعني يتبع هذا الشخص اللي كان هالسلاح الأبيض. نظر لكم وشفتوا الواقعة. وشفتوا السيد ماكرو على أنه كرمه. دبا بعض الإعلام. كي الإعلام اللي كيكوى الرأي. وكي الإعلام الآخر. واحد الجهة هذه الإعلام كتقول لك. علش السيد إيمانيول ماكرو. هو موجهش ضوء على السيد طارق. وحتى هو يستدعيه. وحتى هو أنه يشكره على الشجاعة دياله. ولا هاد الشي اللي قام به فليدل. واللي كاللفوس باعه. هاد الواقعة هاد وقعت في شهر 12.2022. فاش كان غادي يدخل هاد. هاد. الفين وثلاثة وعشرين. وطبيعة الحال. ولكن حتى الدابة. عاد سمعنا بخباره. وعلاش بحيط الخبر اللي كيوصلنا. وكيوصلكم منين كيجي. ويكو كيجي من الإعلام. يعني الإعلام عنده واحد القوة كبيرة. باش أنه يقول لك هاد السيد بطل. ولا هاد السيد ماشي بطل. ولكن لم يوجهت ضوء عليه. لأنه اسمه طارق. إذا اسميتك طارق محمد علي. را ما غاديش يوجهت ضوء عليه. إذا كنت بطلا. إلا إذا كنت قمت بأعمال أخرى. يوخصك تعرف را غادي تشاف جميع. يعني الميادين ديال الإعلام. هاد الشي اللي بغيت نقول لكم. وإحنا يا بدورنا كنقوله تحية السيد طارق. وتحية كل واحد كل واحد في الشجاعة. وكي يخاف على بلاده. وكي يبغي أنه يعني يقوم بواحد الدور اللي هو مزيان. وأنه يعطي واحد صورة زينة. سوى الدين دياله ولا الجنسية دياله. ولا حتى أمام أنفسه. شكرا لكم الناس الخير. نشوفكم إن شاء الله في تيو قادم مع السلامة.